اشتركوا في القناة موقع المرأة البحرينية على أهم مؤشرات العالمية والإقليمية منها المعدل الريادي لالتحاق الفتيات بالتعليم الأساسي والثنوي والعالي وتكافه لجور بين الجنسين في الوظائف المتشابهة وللقاء المزيد من الأضواء حول هذا الموضوع تنضم إلينا عبر الهاتف على الهواء مباشرة الأستاذة ليندا جناحي مدير أول للشؤون المالية والمشتريات بمجلس التنمية الاقتصادية السادة جناحي بداية ما هي الرسالة التي يتوجهونها من خلال عقد هذه الفعالية طبعا بتوجيه من صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بن سبراهيم آن خليفة رئيسة المجلس لعلى للمرأة حضر الله تحتفل بحرين هالسنة دور المرأة في المجال التشريعي والعمل البلدي وبهالمناسبة نظم مجلس التنمية الاقتصادية فعالية دعا فيها أكثر من 100 امرأة من مختلف مواقع اتخاذ القرار بوزارات وهيئات التولة ولمشاركة في حوار يدور حول دور المرأة البحرينية في المجلس التشريعي والبلدي بالإضافة إلى صلة نظر على أفضل الممارسات في إدارة المواهب في داخل هذه المؤسسات ومن خلال هالفعالية قام المجلس باستعراب أهم نجازاته في تمكين ومساندة المرأة واللي على ضوء أنا للمجلس المرتين جائزة صاحبة التمو لتمكين المرأة نعم لندة يعني أنتم في مجلس التنمية الاقتصادية هل كنت تشرح لنا كيف تدعمون المرأة العاملة بشكل مختصر؟ نعم طبعا يدعم مجلس التنمية الاقتصادية المرأة على مختلف لفعدة والدليل نال عدد من موظفات المجلس الثقة للانضمام لمجالس إدارة وعضوية في هيئات علية بالمملكة وخارجها واليوم تشكل موظفات المجلس تقريبا ستين بالمئة من إجمالي القوى العاملة وتشكل مرأة حول نصف الإدارة العلية بالمجلس نعم وطبعا المجلس حريف على تجريب موظفية منهم طبعا بحيث يتم تجريب في الصف الثاني في دورات قيادية لتعزيز قدراتهم بحيث يديرون عملهم بشكل أكثر احترافية وطبعا عدادهم لوضاء قيادية في المستقبل نعم إذن الأستاذة ليندا جناحي مدير أول لشؤون المالية والمشاريات بمجلس التنمية الاقتصادية شكرا جزيلا لك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر